المفوضية العلية لحقوق الإنسان لا زالت متوقفة على العمل وهناك مساعي من مجلس النواب العراقي لتشكيل مجلس مفوضية جديد لكن الفترة الزمنية منذ 3 أوغسط 2021 ولحد الآن هي ما يقارب عمر مجلس مفوضين كامل ونتوقع أن مجلس المفوضين لن يرى النور قبل شهر آب أوغسط 2024 إذا ما طالت الأزمة السياسية أو تعطى الاختيار رئيس مجلس النواب العراقي في سؤالك لموضوعة التقرير الخالجية الأمريكية وما تفضلت بي هي كثير من هذه الحالات نعم كانت مرصودة حتى في عملنا الخمس سنوات اللي عملناها بالفوضية العلية لحقوق الإنسان كانت هذه من النقاط الرئيسية اللي نركز عليها ونشير عليها في تقارير أنها سواء كانت مرفوعة إلى الحكومات العراقية السابقة أو لمجلس النواب العراقي أو لرئاسة الجمهورية وحتى مجلس القضاء العراقية وكانت هناك استجابات متباينة الاستجابة الأكثر كانت من مجلس القضاء الععلى وأما الحكومات السابقة لم تكن بمستوى الحدث ولا بمستوى التقبل ولا بمستوى الاستجابة وحتى الأجزاء التنفيذية في حينها قد يكون هناك اختلاف نعم هناك مؤشرات على انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من اللي تفضلت بزميلتنا من الهومان رايتس ووج لكن هذا لا يؤخذ فعليا على ما لمسناه حتى بعد مغادرتنا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ما لمسناه خلال السنة ونص من عمر حكومة السيد السوداني اختلف الوضع جذريا لكن هناك مساعي للنهوض بواقع حقوق الإنسان ومعالجة السلبيات والأخذ بالتوصيات الدولية لكن هذه المعالجات أكيد تحتاج إلى فترة زمنية حتى نتلمس هذه الثمار فعليا على مستوى التعذيب الزميلة تكلمت عن لجنة الأمر الديواني 29 أي لجنة مكافحة الفساد في أثناء حقبة السيد الرئيس وزراء السابق السيد الكاظمي والذي فعليا أوقفها وتصدى لها مجلس القضاء الأعلى وبالتالي عندما وجد أن هناك انحراف في سير العمليات التحقيقية وهناك انتهاكات بالتعذيب وبالتهديد وبالابتزاز المالي والجسدي يعني المجلس القضاء الأعلى اتخذ كلمته فعليا وأبطل كل هذه كل الإجراءات التي كانت تقوم بها ونفس الحال عندما جاءت حكومة السيد السوداني يعني أعادت تشكيل اللجان فعليا بطريقة جديدة بشخص جدد وهناك إجراءات فعليا لمكافحة الفساد لكن هذه الآفة موجودة ونوعا ما أصبحت جزء من مثل ما إشارت له هناك نمطية في عمل أو عصابات الفساد وبالتالي هناك نعم هناك مكافحة للفساد لكن هذه المكافحة تحتاج إلى ديمومة وتحتاج إلى استمرارية وتحتاج إلى تركيز في عملها نعم دكتور أنس ولكن التقرير أيضا أشار إلى أنه الحكومة العراقية قد تحركت يعني لوقف جزء من هذه الانتهاكات وهذا يحسب ربما للحكومة في هذا الجانب ولكنها ربما لم تتحرك على نطاق واسع يعني الحكومة سنة ونص من استلامها للملف الحكومي وهناك تبعات ثورة تشرين وهناك تبعات أو معالجات لما تسببت من إرباكات أو إعادة برمجة العملية السياسية من جديد وتطلبت انتخابات جديدة وتشكيلات جديدة ومخاض لإنتاج حكومة خدمات برئاسة السيد السوداني هذا الجانب الجانب الآخر شخص رئيس الوزراء السيد السوداني باعتباره كان وزيرا لحقوق الإنسان وزيرا للعمل والشؤول الاجتماعية رئيسا للجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب العراق وبالتالي هذه الخبرات أيضا أكسبته قدرة على معالجة الاختلالات في ملف حقوق الإنسان لن أقول أنه يحمل العصر السحرية لكن هناك محاولات لتصحيح المسار هذا تصحيح المسار يحتاج إلى وقت حتى فعليا نتلمس هذه الإجراءات نعم شكل مثلا لجنة بعضوية الأخ مستشار لجنة مستشار حقوق الإنسان في مجلس الوزراء لاستلام طلبات من تعرض للتعذيب من لجنة الأمر الديواني 29 وبالتالي كان هناك ما يزيد عن خمسة آلاف طلب لأنه تعرض فعليا للتعذيب وهناك كثير من المعالجات التي علجت كثير من المحاكمات التي أعيدت وكثير من الأشخاص التي أطلق سراحهم فعليا وهناك من ينتظر استكمال هذه الإجراءات وبالتالي لا يمكن أن ننكر أن هناك جهود لكن المضطرين أن نعترف أن هذه الجهود لا زالت يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فترة زمنية حتى نتلمس آثارها بشكل كبير لن أقول ليس هناك لحد الآن ظاهرة إفلات من العقاب موجودة فعليا هناك مطالبات بالكشف عن مصير الكثير من المختفين قسريا وهناك مطالبات بضمان تعويضات لأسر ضحايا الإخفاء القسري نعم طيب دكتور زي